وزارة الداخلية ارتكبت اليوم جريمة ضد الديمقراطية وضد إيرات الشعب وظهرت بالكاشف أنها تتدخل بشكل فاضح في المسار الانتخابي وتعمل على التحكم مسبقا في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة هي اللي ولد تتحدد قائمة المترشحين المنافسين لرئيسهم الرئيسة السلطة التنفيذية المهمة على كل السلطات المنتهية ولايته قريبا المترشح للانتخابات والخايف من المنافسة وزارة الخارجية عملت لنا طلبات تعجيزية كشروط لمنح البتاقة عدد 3 ولكن فريقنا القانون يتمكن من توفير كل الشروط في وقت قياسي وهز الأوراق الكل للوزارة اليوم ووثقنا كل شيء عن طريق عدد المنف مصالح الوزارة قبلت كل الوثاق وأعلموا محاميتنا المحترمة بأنهم بيش يتصلوا بيها ويعطوها رد الوزارة اليوم قبل أجل تسليم البتاقة للهيئة أي في حدود الساعة التاسعة أو 17 دقيقة مساء ولكن بعدها تهربوا من الرد وما تصلوش إلى حد نهاية الوقت حاسينا اليوم أنهم واقعين تحت ضغط شديد وأن عندهم تعليمات بعدم إسناد البتاقة لشخصيا مهما كانت تتكاليف في كل الحالات مش ممكن للمسؤولين في الداخلية التعلل بالتعليمات لتبرير تجاوزهم للقانون المسؤولية في هذه التجاوزات شخصية وكل من يتورد في هذه الجريمة ستتم محاسبته عاجلا أو أجلي خلينا من المسؤولية الداخلية هات نشوفوا مسؤولية هذه الانتخابات اللي أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية الهيئة سلمت بشكل قصدي الولاية على الانتخابات لوزارة الداخلية وقت فرضت على المرشحين شرط البتاقة عدد ثلاثة وهي تعرف أن الشرط هذه غير قانوني وغير دستوري وقت قبلت أن يكون الشرط هذه فيلتر لإقصاء المرشحين القادرين على الانتصار على الرئيس الحالي المتهية ولايته قريبا اليوم وجهنا عدد منفر الهيئة صباحا سلمناها بكل الوثائق يعني تلبتها الداخلية وسلمناها اليوم للداخلية وطلبنا منها القيام بدورها في طلب البطاقة عدد ثلاثة من الداخلية مباشرة في الليل قبل الموعد النهائي اللي حددته الهيئة توجه فريقنا للهيئة وأعلمهم بمماطلة وزارة الداخلية في تمكيننا البطاقة وحملهم مسؤولية التواصل مع الوزارة واستلام المعطيات المطلوبة من عندهم وطلبنا منهم إلغاء المهلة لحد دهانا الليلة على الساعة التسعة واسمعتشم دقيقة باعتبار أن الوزارة هي اللي عطلتنا وماطلتنا الكرة الآن في مرمى الهيئة وخاصة رئيس السيد فاروق بعسكر هم يتحملوا المسؤولية الكبرى على توفير شروط نزاهة ومصدقية العملية الانتخابية وعلى فرض ولاية الهيئة على العملية الانتخابية السيد بعسكر يتحمل أمام الرأي العام المحلي والدولي كل المسؤولية في أي إخلال يحصل في العملية الانتخابية وستسجل هذه الانتخابات في رسيد هو الشخصي ورسيد كل أعضاء المجلس الهيئة إذا تمكنوا من إصلاح الإخلالات واستعادة المبادرة واستعادة الولاية من وزارة الداخلية وتوفير شروط المنافسة نزاهة تو ينقضوا صورتهم وصورة تونس من الفضيحة وإذا واصلوا في منهج ترك المسار الانتخابي في يد الداخلية ويد الجهات اللي تحب الوضع الراهن الفاشل يتواصل وتحب التغيير يتعطل فستبقى هذه العملية وصمت عار في جبين الجميع باختصار شديد ننتظر من الهيئة الليلة أن تعلن على إلغاء شرط توفير البطاقة عدد ثلاثة مطرف المرشحية وأن تتصرف في الحصول عليها بطرقها حتى يتواصل المسار الانتخابي في ظروف مقبولة نسبيها ويكون في علم جميع أن ما نشبش نسلموا في حقنا وفي حق تونس أنها تشوف تغيير حقيقي هادئ ومسؤول وأنها تعيش الأمل وهي رهي معاركة حق وإحنا دائما وأبدا منتصرين في معارك الحق والسلام عليكم ورحمة الله